السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الصناعية أهلا بيكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة مبادئ الرسم الفني وهنتعلم ازاي نرسم المنظور الهندسي والمساقط التلاتة للمنشور الرباعي عايزين نعرف الأول مع بعض يعني ايه منشور طبعا احنا في الحلقة اللي فاتت خدنا المنظور الهندسي والمساقط التلاتة لمتوازي المستطيلات والمكعب وعرفنا ان متوازي المستطيلات يعني مجسم الأوجه بتاعته كلها عبارة عن مستطيلات وأطوال أضلعه مختلفة يعني ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع بيكونوا مختلفين عن بعض المكعب بتكون الأوجه بتاعته كلها عبارة عن مربعات يعني أطوال أضلعه كلها متساوية الطول بيساوي العرض بيساوي الارتفاع نجي بقى نتكلم على المنشور المنشور بشكل عام هو عبارة عن مجسم المجسم دوت بيكون له قاعدتين متوازيتين والقاعدتين دول بيكونوا شبه بعض او متسويه يعني ايه يعني لو كانت القاعدة بتاعة المنشور دوت على شكله مربع فهنا بنسميه منشور رباعي يعني معناه ايه معناه ان ليه قاعدتين القاعدتين دول متوازيين خلاص وعلى شكله مربع القاعدة الاولى مربع والتانية زيها برضو ايه مربع طب بينهم بقى الارتفاع الارتفاع بقى هنا الطول بتاعه بقى مختلف يعني معناه ان القاعدة بتاعته الطول يسوي العرض لانها مربع لكن الارتفاع بتاعه اللي هو اللي بيوصل ما بين القاعدتين بيكون مختلف عن طول الضلع بتاع القاعدة يعني بالزبط زي الشكل اللي قدامنا ده لو احنا بصينا كده هنلاقي ده نسميه ايه منشور رباعي ليه منشور رباعي لو انا بصيت كده ايه دي القاعدة بتاعته شايفين دي كده على شكل ايه مربع طيب لو احنا لفين الناحة التانية كده ها دي برضو زيها على شكل ايه على شكل مربع والاتنين متوازين زي ما احنا شايفين ومتساويين زي بع طيب بينهم بقى اللي بيوصل بينهم ده ايه ها الارتفاع اللي هو بين القاعدتين طيب يعني معنى كده ايه معنى كده ان المنشور الرباعي عبارة عن مجسم ليه قاعدتين متوازيتين وعلى شكل مربع خلاص والاوجه بتاعته بقى ناخد بالنا ها الاوجه عبارة عن مستطيلات يعني الوجه ده عبارة عن مستطيل تمام طيب التاني مستطيل وناخد بالنا ان المستطيلات دي كلها ايه زي بعض لان الاطوال بتاعتها كلها متساوي طيب لو كان بقى عندي المنشور سلاسي سلاسي معنى ايه معنى ان القاعدة بتاعته مش هتكون بقى مربع لا ده هتكون على شكل ايه مسلس يعني القاعدتين بتوعه خلاص تبقى القاعدة اللي هنا بدل ما هي مربع لا هتبقى عبارة عن ايه عبارة عن مسلس والقاعدة التانية برضو عبارة عن ايه عبارة عن مسلس فهنا في الحالة دي نسميه منشور سلاسي المنشور الخماسي نفس الكلام هيبقى ليه قاعدتين برضو متوازيتين ولكن على شكل ايه على شكل مخمس منتظم المنشور السوداسي برضو هيبقى القعدتين بتوعه هيبقى على شكل ايه على شكل سوداسي طيب لما نيجي نرسم المنزور الهندسي والمساكت الثلاثة ليه المنشور ناخد بالنا برضو اتأكد من السؤال كويس قوي وعرف وضعه في الفراغ يعني المنشور دوت ممكن تكون القعدة بتاعته بتوازي يعني بالزبط زي ما انا مسكوا بالشكل دوت كده خدوا بالكو القعدة بتاعته اهي اللي هي المربع اللي هي اللي تحت بتوازي مين؟ الافكي يعني معنى كده لما يجي ترسم هيترسم بالوضع دوت كده قائم كده طيب لو هو قال لي بقى ان القعدة بتاعته بتوازي الرأسي خدوا بالكو يبقى معنى كده ان القعدة اللي هي دي اللي هي على شكل مربع دي هتبقى بتوازي الرأس يعني معناها هتبقى كده بالشكل ده كده يعني المربع ده انت اللي هتبقى شايفه ها لما تبقى انت باصس كده من الجهة الامامية ها هيبقى دوت بين قدامك في المسخة الرأسي اللي هو المربع ده طيب لو قالك ان القعدة بتاعته بتوازي الجانبي يبقى معناه ايه انا هيبقى بالوضع ده كده ايه دي القعدة هي اللي هي على شكل المربع دي وبتوازي ميه ها بتوازي الجانبي يعني انت لو جيت لفت كده وبصيت من الناحية دي من الجانبي هتبقى شايف المربع ده فين في الجانبي طب المسخة الرأسي اهو المرة دي بقى انت وانت باصس كده من الواجهة الامامية دي هتبقى شايف المستطيل الكبير ده يبقى ناخد بالنا في السؤال لما يقول لك القعدة توازي المستوى الرأسي يبقى معنى كده ايه يبقى معنى كده ان المربع ده اللي هو القاعدة دي هتترسم فين? في الرأس. لو قال لي ان القاعدة بتاعته بتوازي المستوى الافكي يبقى معنى كده ان المربع هيترسم فين في الافكي. لو قال لي ان القاعدة بتوازي المستوى الجانبي يبقى معنى كده ان المربع ده اللي هو بتاع القاعدة هيترسم فين في الجانب. ناخد بالنا من الملحوزة دي قوي علشان الناس اه ما بتركزش في السؤال وتروح رسمة المنظور او المساقط باي وضع وطبعا بتبقى كده يعني فيها اخطاء كبيرة تعالوا بقى نشوف كده مثال ونطبق الكلام دوت مع بعض بيقول لي هنا في السؤال ارسم المنظور الهندسي والمساقط السلاسة لمنشور رباعي طول ضلع قعدته 40 مم وارتفاعه 70 مم يعني ايه يعني القعدة بتاعته احنا قلنا على شكل مربع الضلع بتاعها كام 40 يعني 4 سنتيمتر والارتفاع كام 70 والقعدة توازي المستوى الافكي ناخد بالنا القعدة توازي ايه المستوى الافكي يعني معنى كده لما اجي ارسم المساقط المربع اللي هو بتاع القعدة ده هيظهر فين في الافكي واحد اضلعه يوازي المستوى الرأسي طيب من السؤال كده ايه اللي احنا فهمناه فهمنا ان المنشور الرباعي دوت خلاص موضوع ازاي في الفراغ بالشكل ده ليه هو قل ان القعدة بتاعته توازي المستوى الافكي طيب وادي القعدة هي اللي هي على شكل مربع زي ما احنا اتفقنا بتوازي الافكي يبقى معنى كده هتبقى ايه هتبقى الوضع دوت كده طيب لما نيجي نرسم المنظور هيترسم قائم بالشكل ده هو يبقى ناخد بالنا الزاويتين اللي احنا بنرسمهم تحت اللي هم الزاوية التلاتين درجة واحدة ناحية المين واحدة ناحية اليسار دول هيترسم عليهم الضلعين بتوع من؟ بتوع القعدة يعني معنى كده ايه ان الضلع اللي تحت دوت هيبقى طوله كام 40 ملي متر يعني 4 سنتيمتر والضلع التاني كام 4 واللي ارتفاع بقى ده هو 70 ملي متر طيب المساكت ناخد بالنا برضو لما نيجي نرسم المساكت المساكت الرأسي بتاعي هيبقى عبارة عن ايه انت لما تبص دلوقتي كده من الواجهة الامامية دي هتشوف ايه والمستطيل دوت على شكل ايه او اتجاهه ازاي قائم زي ما احنا شايفين كده الضلع بتاع القعدة كده دي طولها كام 40 واللي ارتفاع كام 70 المساكت الجانبي ناخد بالنا لما انت تلف كده وتيجي تبص من الجامل طيب ما هو برضو الواجه ده زي ده مستطيل برضو ونفس الابعاد كام في كام 40 في 70 المساكت القفك بقى لما انت تبص من فوق فهتبقى شايف المربع ده اللي هو كام طول ضلعه 40 ملي متر تعالوا نبدأ نرسم مع بعض المنظور الهندسي ونبص على الشاشة كده مع بعض عندي طبعا اول خطوة بارسم خط خفيف وارسم خط عمودي عليه بزاوية قايمة وبعدين نرسم زاويتين 30 درجة واحدة ناحية اليمين والتانية ناحية اليسار طيب بعد كده ابدأ ارسم الاضلع بتاعة القعدة طيب الضلع كام كان بيقول لي 40 ملي متر يعني 4 سنتيمتر يبقى انا اجي كده على الضلع بتاع الزاوية اللي عليمين ده وتقل عليه والمقاس ده يبقى كام 40 ملي متر الضلع التاني اللي عليسار زيه لان القعدة على شكل ايه مربع فالضلعين زي بعض متساوية الارتفاع بتاعي 70 ملي متر اهو نتقل عليه بعد كده اجي بقى من ناحية اليمين وارسم خط قائم يوازي الضلع ده ويسويه برضو يعني طوله كام 70 ملي متر ومن الناحية التانية على اليسار برضو ارسم ارتفاع تاني خط قائم طوله 70 وابدأ اوصلهم ببعض وزي ما اتفقنا برضو لما جاوصلهم بالمثلس بالزاوية 30 درجة عشان تبقى الاضلع متوازية يعني الضلع اللي انا هوصله دلوقتي كده اهو بزاوية 30 درجة يوازي الضلع اللي تحت طيب والضلع اللي هرسمه هنا برضو بيوازي الضلع اللي اسفل اللي زيه وبعدين هاجي برضو من فوق من هنا وارسم ضلع ناحية اليمين كده مايل بزاوية 30 درجة والضلع التاني اهو مايل بزاوية 30 درجة ناحية اليسار ناخد بالنا بقى نقطة التقاطع اللي فوق دي ها لازم تيجي برضو فين فوق ها الضلع اللي في النص ده على نفس الاستقامة لو انت بترسم ولقيت النقطة دي جاية مرحلة شوية ناحية اليمين او ناحية اليسار يبقى انت كده ما خدش المقسات مزبوط وراجع نفسك طيب الخطوط بقى اللي هي الاضلع المختفية اللي هي بتكون في الجهة الخلفية وراء اللي احنا مش شايفينها نيجي نرسمها فهنرسمها ازاي بتقل طبعا برسم خط متقطع شرط من اعلى كده من النقطة اللي فوق وانزل بيها كده لاسفل اهو وطبعا المفروض الخط دوت الارتفاع بتاعه كام او طوله كام نفس الارتفاع ده اللي هو سبعين بس طبعا انت لما تيجي ترسمه هتوصل لحد هنا وبعدين بقيت الخط ها ورا الضلع ده فمش هيبقى باين لكن انت تاخد تعمل حسابك ان انت ايس من فوق من هنا لحد النقطة دي كام سبعين ملي متر وترحطت نقطة هنا عشان هتوصل من النقطة دي ها الضلع بقى بتاع الكعدة اللي هو ده والضلع التاني اللي في الجهة التاني يبقى المسافة من اعلى نقطة من فوق من الرأس اللي فوق ده هي لحد النقطة دي كام نفس الارتفاع بتاعي اللي هو كام سبعين ملي متر كده انا رسمت المنظور الهندسي ارقم بقى طبعا الرؤوس بتاعته زي ما احنا متعودين هاجي كده عند النقطة الاولى ادي واحد اتنين نقطة اللي فوق تلاتة اربعة طيب وبعدين ورا النقطة اللي تحت دي سميها خمسة والنقطة التانية اللي على اليسار ستة واللي فوق سبعة والاخيرة تمانية ناخد بالنا بقى لما اجي ارسم المساقط بتاعتي لما انا اقف كده ناحية اليمين هنا وبص كده ناحية المنظور هبقى شايف مين شايف المستطيل ده اللي انا بشاور عليه ده المستطيل ده ابعده ايه الطول اللي هو ده كام طول الدلع بتاع القاعدة ده اربعين واللي ارتفاع كام سبعين وطبعا الارقام بتاعته زي ما احنا شايفين واحد اتنين تلاتة اربع بس طبعا فيه مستطيل تاني زي ورا مختفي اللي هي النقطة بتاعته خمسة وستة وسبعة وثمانية طب لو انا جيت بقى بصيت من ناحية اليسار وقفت النحية دي وهبص كده على المنظور اللي انا هشوفه هيبقى هو المسكة الجانب هيبقى عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين عبارة عن مستطيل برضه زي المستطيل اللي احنا رسمناه في الرأسي بالزبط كام في كام اربعين في كام في سبعين طيب لما جي ابص من اعلى من فوق ايه اللي انا هشوفه هشوف المربع اللي فوق ده طبعا المربع ده طول دلعه اربعين مليمتر طيب تعالوا بقى نرسم المساقط اول حاجة طبعا برسم المحاور بتاعتي محورين متعمدين والمسكة الرأسي زي ما احنا متعودين برضه بنرسمه على اليسار المسكة الجانبية على اليمين المسكة الافقي اسفل المسكة الرأسي بعد كده ارسم خط خفيف يوازي المحور الرأسي يبعد عنه مسافة مناسبة زي ما قولنا قبل كده ممكن اسيب مثلا واحد سنتيمتر او اتنين سنتيمتر وارسم خط خفيف ابعد عن المحور الافقي لاعلى برضه اسيب نفس المسافة لو انا اسيبت هنا اتنين اسيب هنا برضو اتنين وارح جاي رسم خط خفيف ده في حالة ايه انه هو ما تدنيش ابعاد معينة عن المستوى التلاتة يعني لو زي ما احنا شفنا كده في المثال ده هو ما قليش المنشور ده القعدة بتاعته بتوازي الافقي طب بتبعد عنه قد ايه ما قلش لكن لو في السؤال قالك القعدة توازي المستوى الافقي وتبعد عنه 15 ملي متر يبقى معنى كده كده كنت هعمل ايه المسافة اللي انا سنتها دي ها من المحور الافقي كده لفوق اسيب 15 ملي متر وحيا اسم خط ما قلش اسيب انا مسافة مناسبة طيب بعد كده زي ما احنا اتفقنا بقى وشوفنا في المثال المسكت الرأسي كان عبارة عن مستطيل ها القعدة بتاعته ديت او الطول ده كان كام 40 ملي متر الارتفاع 70 ملي متر اجي بقى من نهاية الضلع وارسم برضو خط قائم طوله برضو زي ده اللي هو 70 ونوصلهم ببعض يبقى انا كده رسمت اللي ايه المستطيل اللي هيظهر عندي في المسكت الرأسي ابدأ ارقم بقى النقط دي طبعا النقطة الاولى كانت واحد وراها النقطة 5 اتنين كان وراها 6 تلاتة وراها النقطة 7 اربعة وراها النقطة رقم 8 اجي للمسكت الجانبي بالزبط زي المسكت الرأسي برضو هبعد نفس المسافة كده ولياكن مثلا اتنين سنتي زي ما احنا قلنا وبعدين ارسم الضلع بتاعي الضلع دوت كام 40 ملي متر برضو الارتفاع 70 ها ونيجي برضو من نهاية الضلع وارسم خط قائم ونوصلهم ببعض بعد كده ارقمهم النقطة اتنين كان وراها واحد ستة وراها خمسة سبعة وراها تمانية تلاتة وراها النقطة رقم 4 علشان ارسم المسكت الافقي طبعا المسكت الافقي ها زي ما احنا برضو بنعمل في كل مرة هاخد اسقطات منين من الرأسي اسقط خفيف كده واجي من عنده النقطة خمسة ده هي وانزل برضو باسقط خفيف وبالبرجل الف بيها بالبرجل هركز يعني في نقطة التقاطع بتاعت المحاول ولف بيها عشان انقلها للمسكت الافقي ونرسم خط افقي بقى لحد ما يتقاطع مع مين مع الاسقطات اللي نزلة من الرأسي زي ما عملنا دي هنقررها عند النقطة رقم 1 و 2 اللي هي دي انزل باسقط خفيف برضو كده وبعدين بالبرجل اركز في نقطة التقاطع وانقل الاسقط بتاعها للمسكت الافقي خط خفيف ها ونكمله لحد ما يتقاطع مع الاسقطات اللي نزلة من الرأسي ناخد بالنا كده ظهر عندي ايه مربع المربع دوت طبعا هو المسكت الافقي اتقل عليه اتقل على الاضلاع بتاعتي كلها بالشكل ده كده بعد كده ارقامهم بقى عندي النقطة 4 كانت تحتيها النقطة 1 النقطة 3 كانت تحتيها 2 7 كانت تحتيها 6 وتمانية تحتيها النقطة رقم 5 كده احنا رسمنا المنزور والمساقط الثلاثة في الحالة دي لما كان القعدة بتاعة المنشور بتوازي الافقي طيب تعالوا بقى ناخد مثال تاني برضو على المنشور الرباعي عشان نعرف ايه الفرق وتكون القعدة بتاعته بتوازي المسكت الرأسي او توازي المستوى الرأسي هنا بيقول لي ايه ارسم المنزور الهندسي والمساقط الثلاثة لمنشور رباعي طول ضلع قعدته 40 ملي متر وارتفاعه 70 ملي متر والقعدة توازي المستوى الرأسي اخدوا بالكم نفس الابعاد نفس المقاسات بتاعة المثال اللي فات ولكن هنا اللي اختلف ايه انه بيقول لي القعدة بتوازي المستوى الرأسي واحد اضلعه يوازي المستوى القفل طب القعدة توازي الرأسي زي ما احنا قلنا من شوي معناها ايه بصوا كده معايا تاني ايه دي القعدة بتاعة المنشور اللي هي على شكل المربع طب بتوازي الرأسي يعني ايه يعني كده بالشكل ده طبعا زي ما احنا اتفقنا كده انت لما تيجي تبص بقى كده من الجهة الامامية من عندك كده هتبقى انتها شايف ايه شايف المربع ده يبقى المربع ده هيظهر فين في الرأسي طيب في الجانبي لما انت تيجي بقى تلف كده وتبص هنا من الجنب هتشوف ايه هتشوف المستطيل الكبير ده كده يبقى دوت هيبان في الجانبي المستطيل الكبير ده وناخد بالنا ان هو ايه في وضع ايه ماي القفق كده ها مش زي المسال اللي فات يبقى المستطيل ده هيترسم كده بالشكل ده اللي هو الطول بتاعه كده كم؟ 70 اللي ارتفاع كده 40 طيب لما اجي ارسم المسقط الافك لما انت تبص من فوق هتشوف ايه هتشوف المستطيل الكبير ده ها اللي هو ده المستطيل الكبير ده اللي هو كم في كم برضه 40 في 70 طيب تعالوا نرسم المساقط الثلاثة نرسم المنظور الاول وبعدين نرسم المساقط الثلاثة طبعا اول خطوة نرسم خط افكي وخط عمودي عليه خفيف وبعدين نرسم زاويتين 30 درجة زاوية ناحية اليمين وزاوية ناحية اليسار بالشكل ده الارتفاع بتاعي بقى اه ناخد بالنا بقى الاطوال هنا في المثال اللي فات اللي قبل ده كانت القاعدة بتوازي الافكي فعشان كده رسمنا الضلعين بتوعها تحت اللي هو المربع يعني كان الضلع دوت اللي هو طول الضلع بتاع القاعدة لكن المرادة ده هو قال لي ان القاعدة توازي مين بتوازي الرأسي طب والرأسي فين في المنظور هنا ناحية اليمين يعني معنى كده ان المربع بتاعي هيترسم هنا في الجزء اللي على اليمين ده يبقى الضلع الاولاني ده او بالشكل ده ده كده كام 40 ملي متر طب الارتفاع ده هيبقى كام ها طب الضلع التاني دوت اللي هو السبعين هيبقى ناحية اليسار الارتفاع بتاعي هيبقى 40 برضو اللي هو ده الصغير ده ليه؟ عشان زي ما احنا قلنا ان القاعدة بتاعته بتوازي مين بتوازي الرأسي ابدأ بقى ارسم الارتفاعات اهو اه دي الارتفاع الاولاني كام 40 ووصل وارسم ارتفاع تاني برضو على الشمال وبعدين اوصلهم ببعض ناخد بالنا اه دي المربعه وظهر فين ناحية الرأسي طيب الوجه بقى اللي هو كان على شكل مستطيل ده ظاهر فين في الجانبي هناك بعد كده بارسم موازيات بقى اهو بالشكل ده الضلع ده طبعا يوازي الضلع ده بزاوية 30 درجة ونفس الطول برضو اللي هو 40 ملي متر ونوصلهم ناخد بالنا بقى كده اه الخطوط بقى اللي هي المختفية اللي هي بتبقى ورق اللي هي مش باينة عايزين نرسمها فهاجي برضو من النقطة اللي فوق دي وهرسم خط قائم كده الارتفاع بتاعه كام نفس الارتفاع ده اللي هو 40 ملي متر يبقى هاجي من فوق كده ورح نازل بخط ايه خفيفة وبعد كده بوصلهم اه بوصل طبعا المفروض الضلع ده من النقطة دي لحد ها نهاية الخط المتقطع الشرط اللي نازل من فوق ده ولكن طبعا علشان الضلع ده اللي قدام ده ظاهر فده بيغطي على الخط المتقطع اللي هو الشرط اللي موجودة في وراء في الجهة الخلفية فعشان كده انت هترسم الخط الشرط بس لحد هنا لكن تبقى عامل حسابك ان المفروض ان الخط ده بدايته من اول هنا لحد هنا وبعد كده اوصل بقى بالضلع الاخير اللي تحت بالشكل ده كده ظاهر قدامي المنشور الرباعي طبعا القعدتين بتوعوا على شكل مربع ادي واحدة والتانية اللي بتوازيها اللي هي اللي وراء دي والقعدة بتاعته هنا بتوازي مين بتوازي المستوى الرأسي علشان كده ها القعدة هنا مرسومة فين في الرأس احنا اتفقنا في المنزور المستوى الرأسي بتاعها او المسكة الرأسي بيبقى فين ناحية اللي مين هنا الجزء ده طب المسكة الجانبي ها بيبقى اللي هو على اليسار اللي هو الجزء ده ارقمهم بقى ادي النقطة رقم واحد اثنين اللي فوق ثلاثة والاخيرة اربعة عندي على اليسار ها القعدة بقى اللي هي اللي وراء دي برضو نرقمها النقطة اللي تحت دي خمسة واللي على اليسار ستة والنقطة اللي فوق سبعة والاخيرة هناك تماني هبدأ ارسم المساكت بتاعته طيب لما ارسم بقى المساكت زي ما احنا قلنا المسكة الرأسي هيبقى مربع او اللي هو ده والجانبي هيبقى هو المستطيل ده اللي اوفق ايه هيبقى هو المستطيل اللي فوق ده تعالوا بقى نرسمهم طبعا بارسم المحاور الاول متعمدين وادي بنحدد مكان المساكت بتاعتي المسكة الرأسي والجانبي والمسكة الافقي برضو هسيب مسافة مناسبة كده مسلا اتنين سنتي من المحاور الرأسي وراح جايريا اسم خط خفيف وانزل بيه الاسفل وبعدين من المحاور الافق كده ابعد عنه الفوق برضو اتنين سنتي وارسم خط خفيف بعد كده ابدأ ارسم المسكة الرأسي بتاعي المسكة الرأسي هنا قلنا عبارة عن ايه مربع ارسمه يبقى من عنده نقطة التقاطع دي ابدأ طول الضلع بتاعي اللي هو كان 40 ملي متر واللي ارتفاع برضو هنا 40 وبعدين ارسم خط قائم بالمسلس بقى بالزاوية القايمة برضو نفس الطول 40 ونوصلهم ببعض كده انا رسمت الايه المسكة الرأسي بتاعي اللي هو هايبان مربع بعد كده ارقمهم بقى النقطة واحد وكان وراها النقطة خمسة اتنين كان وراها النقطة ستة تلاتة وراها النقطة رقم سبعة واربعة وراها النقطة رقم تمانية اجي بقى ارسم المسكة الجانيبي برضو هسيب نفس المسافة من سنتي وبعدين ارسم الطول بقى هنا بتاع الجانيبي اللي هو كان مين 70 ملي متر وبعد كده اطلع طبعا محدش يقولي ايه ده في السؤال كان بيقولي الارتفاع بتاعه 70 اه ما هو في المنشور الارتفاع بيبقى هو مين الارتفاع اللي هو ما بين القعدتين اللي هو اللي بيوصل ما بين ايه القعدتين وعشان القعدة بتوازي الرأسي فالمربع هو اللي ظهر هنا في الرأس فالارتفاع بتاع المنشور فين اللي هو الطول ده بعد كده أرسم بقى ضلعين الثانيين طولهم كام 40 ملي متر برضو نوصل نرقم بقى الرؤوس بتاعته نقطة الأولانية 2 وراها النقطة رقم 1 6 وراها النقطة 5 7 وراها النقطة رقم 8 3 كان وراها النقطة رقم 4 طب في المسكت الأفقي أنزل بقى بإسقاط خفيف من الرأسي كده واجي برضو من الجانبي نعنده النقطة 5 وانزل بإسقاط خفيف وبالبرجل هلف بيها عشان نقلها المين للمسكت الأفقي بالشكل ده هركز طبعا في نقطة التقاطع بتاعت المحاور وألف بيها بالبرجل كده وبعدين أكملها بقى بخط أفقي بالمسكت الأفقي يوازي من المحاور الأفقي أجي برضو من عند النقطة رقم 1 و2 وانزل بإسقاط خفيف وبالبرجل برضو أركز في نقطة التقاطع بتاعت المحاور وألف بيها عشان نقلها للمسكت الأفقي وبعد كده أكملها بخط أفقي أيها كده لحد ما تتقاطع برضو مع الإسقاطات اللي نزلة من الرأس ناخد بالنا بقى ظهر عندي مستطيل أهو كبير المستطيل ده هيبقى هو المسكت الأفقي بتاعي أتقل عليه كده أهو أضلع كلها الشكل ده وبعد كده أرقمهم النقطة الأولانية دي كانت مين؟ 4 وتحتيها كان النقطة رقم 1 خدوا بالكو بتبان في الرأسي برضو أدي 4 هي اللي فوق ما أنت لو بصص من فوق هتبقى شايف مين؟ النقطة 4 تحتيها 1 طيب النقطة التانية دي 3 تحتيها مين؟ 2 أهو يبقى 3 و 2 هنا النقطة دي 7 وتحتيها مين؟ 6 هتبقى دي 7 و 6 طيب هنا النقطة الأخيرة 8 وتحتيها 5 كده أنا رسمت المنظور والمساقطة الثلاثة بتاعت المنشور الرباعي في وضعين مختلفين زي ما احنا شفناه عشان نفرق ايه ما بينه تعالوا نطبق الكلام دوت مع بعض ونرسم المنظور الهندسي للمنشور الرباعي وهنرسم اللي هو المثال الأخير دوت لما كانت القاعدة بتاعته بتوازي مين؟ بتوازي الرأسي طيب زي ما احنا اتفقنا هنرسم زواية 30 درجة يمين وشمال وأرسم بقى القاعدة اللي هي على شكل مربع ناحية مين؟ ناحية اللي مين؟ تعالوا كده نبدأ مع بعض خطوة خطوة أول حاجة طبعا برسم المحاور بتاعتي نبص كده على اللوحة نرسم طبعا كده المحاور كده ونعمل حسابنا في مساحة تحت علشان المسقط الأفك المستطيل بتاعه هيبقى ايه؟ زي ما احنا شفنا هيبقى ايه؟ اه بس احنا نرسم المنظور الأول نرسم المنظور كده زواية 30 درجة الأول كده زاوية قائمة بالشكل ده كده وبعدين زاوية 20 درجة واحدة ناحية اليمين واحدة ناحية اليسار بالمسلس برضو زي ما احنا تعودنا احط المسترة كده تحت الخط الخفيف الافك اللي انا رسمته اهو وانزل بها كده شوية تبقى موازية ليه وبعدين بالمسلس وناخد بالنا برضو المسلس فيه خط اللي هو الخط الأحمر ده ممكن اصبت عليه برضو يعني اصبت الخط ده على الخط الافك اللي انا رسمه عشان الزاوية بتاعتي تطلع مظبوط كده وانا ماسك المسترة برضو المسلس وقلبه الناحية التانية كده وخلي الزاوية تلاتين درجة ناحية اليسار كده بعد كده طبعا هبدأ ارسم الاضلوع بقى الاطوال بتاعتها ناخد بالنا هو قال لي ايه قال لي ان القعدة بتوازي الرأس طيب يبقى معنى كده نرسم كده القعدة اللي هي كانت على شكل مربع هتبقى فين تبقى في الرأس نكبر المسافة شوية كده وقادي الارتفاع ده هيبقى هو برضو قد طول الضلع بتاع القعدة ما هي على شكل مربع كده يبقى ده كده ها في المثال كان ده اربعين الارتفاع ده برضو هيبقى كام؟ اربعين طيب عندك بقى الضلع التاني اللي هو اللي مايل ده اللي هو بقى في الجانبي ده كان كام؟ كان سبعين ماشي مايكبر المسافة شوية برضو عشان يبقى واضح قدامنا كده بعد كده هبدأ ارسم خط قائم هنا هو ممكن نعمله بالمثلث بزاوية قايمة كده اصبت المثلث بالزاوية القايمة كده على الخط الافكي اللي احنا رسمينه تحت اه واطلع بالخط دوت كده اللي ايه؟ ده اعلى وطبعا الطول بتاعه هيبقى نفس الطول ده على اليسار برضو نفس الكلام نصبت المثلث كده على الخط الافكي وبعدين اه كده هبدأ بقى اخد الايه؟ الاطوال بتاعتي تبقى قد بعضها طول ده كده والضلع التاني حيث ان الارتفاعات ديت كلها تبقى ايه؟ تساوية قد بعض كده بعد كده هنوصلهم بالمثلث طبعا انت ممكن توصل على طول بس علشان تتأكد ان انت شغل صح اه بالمثلث بالزاوية التلاتين اصبت المثلث بتاعه على الخط الافكي ها؟ وحركه كده هايجي فين شايف؟ عندي بداية الضلع ده وداية الضلع ده كده انا اتأكدت انه صح اراح موصل بقى كده وصل الناحية التانية برضه بالمثلث اهو بالزاوية التلاتين لفيت المثلث الناحية التانية ماشي؟ ونصبت المثلث على الخط اللي تحت كده وبعدين هتقل وارسم خط كده ببين ايه؟ اهو الضلعين وانتقل عليه بالشكل ده بعد كده هرسم ضلع هنا يوازي الضلع ده بزاوية تلاتين وضلع هنا يوازي الضلع ده بزاوية تلاتين كده كده بالمثلث اهو بالزاوية التلاتين كده النظابة المثلث اهو على الخط الافك اللي تحت وهو ده الخط اللي احنا نزبط عليه الضلع بتاعتنا كلها وبعدين ناخد المقاس بتاعي مظبوط منتقل على الخط كده عشان يبقى نفس الطول بتاع الضلع اللي بيوازي وبعدين بالمثلث اهو ها وتأكد برضو ان انا شغل صح بالزاوية تلاتين وهوصل النقطتين ببعد كده بعد كده هرسم بقى الاضلع اللي هي اللي بتكون في الجهة الخلفية اللي هي بتبقى عبارة عن ايه شرط متقطعة لانها مختفية طبعا بالمثلث بتاعي بالزاوية القايمة اهي كده وهاجي من عند الرق القاس اللي فوق ده هي كده ونزبط المثلث كويس وبعدين هروح نازل بخط شرط متقطع كده اهو كده وبعدين ضلع الاخير اهو وناخد بالنا برضو الضلع ده بيوازي الضلع اللي فوق ده وبيوازي ده كده نوصلهم كده ورقم بقى الرؤوس متاعتهم عندي هنا طبعا النقطة دي كانت واحد النقطة دي اتنين اللي فوق ثلاثة اربعة ناحية تانية النقطة اللي تحت دي كانت خمسة واللي تحت دي ستة واللي فوق سبعة والاخيرة اللي فوق تمانية كده انا رسمت الايه المنظور الهندسي للمنشور الرباعي امتا لما كانت قاعدته توازي المستوى الرأسي طيب عايزين نرسم بقى المساكت الثلاثة كمان المساكت طبعا هتبقى بسيطة جدا زي ما احنا اتفقنا القاعدة بتاعته بتوازي الرأسي يبقى معنى كده ان المربع هيبان فين في الرأسي والمسكتين التانيين اللي هو المسكت الجانيبي والافكة هيبقى عبارة عن مستطيلات تعالوا نرسم المساكت مع بعض برضو خطوة خطوة كده بترسم كتير بترسم باديك بتحسن خطوطك مش مجرد ان انت بس تبقى فاهم الرسمة اللي انت بتعملها ويعني فاهمها كده وخلاص لكن لازم تطبقها وترسمها مرة واثنين عشان خطوطك تتحسن ان في ناس كتير بتقى بترسم وبترسم صح ولكن طبعا الخطوط بتاعتها بتبقى وحشة جدا لازم تفرق الخط التقيل تتقل عليه امتا والخط الخفيف يبقى خفيف امتا الخطوط الزيادة تمسحها الخطوط بتاعتك لما تيجي ترسم زوايا لازم تبقى الزوايا بتاعتها مظبوطة زي ما انا بيوريك كده ترسم كده وانت هادي طبعا الزوايا زي ما انت شايف اي زاويا قايمة اعملها بالمسلس علشان الخط ما ييميلش منك اي زاويا ميلة تلاتين درجة في المنظور ارسمها برضو بالمسلس وتأكد ان انت واخد المقاس مظبوط تعالوا نرسم المساقط الثلاثة طبعا بنرسم المحاور الاول زي ما احنا اتفقنا بالشكل ده اي دي المحور وفكي وبعدين المحور الرأسي اهو انا هرسمه بالمسلس اهو كده وبعدين اهو اي دي الزاويا القايم وكمل بقى الخط بقى على نفس الاستقامة اهو كده انا رسمت المحور ايه طبعا المسكة الرأسي بنرسمه ناحية اليسار اي دي المسكة الرأسي المسكة الجانبي نبي هيبقى ناحية اليمين والمسكة تلافك تحت طبعا بنرسم المحاور بعد كده بسيب مسافة بقى زي ما احنا اتفقنا وليكن مثلا اتنين سنتي اهو من المحور الرأسي نسيب مسافة نابقى الخط اللي انا برسمه موازي للمحور الرأسي كده الشكل ده وبعدين برضه اسيب مسافة زيها بالزبط ونرسم خط تاني يوازي المحور الافق كده بعد كده ارسم المسكة الرأسي بقى احنا اتفقنا انه هو هيبن ايه مربع ها وادي كده وانتقل عليه وادي الضلع التاني نفس الطول برضه كده ها وانتقل عليه كده وبعدين هاجي برضه بالزاوية القايمة ها وارسم الضلع التاني عشان برضه يبقى مظبوط معايا ها بالمثلس كده واطلع بضلع التاني طبعا يبقى نفس المقاس اللي انا خدته كده ونوصلهم ببعض كده انا رسمت المسكة الرأسي اللي هو قلنا هيبن ايه هيبن مربع بالشكل ده بعد كده طبعا بعد كده ارقم النقط دي اه دي النقطة رقم واحد وكان وراها نقطة رقم خمسة نقطة رقم اثنين وراها ستة وفوق نقطة رقم ثلاتة وكان وراها نقطة الرقم سبع والاخيرا نقطة رقم أربعة وكان وراها نقطة رقم تمانية نجي نرسم بقى المسكة الجانيبي هنبعد برضو نفس المسافة اللي احنا سيبناها وليكن مسألا 2 سنت وبعدين ابدأ اخد المقاس بتاع الجانيبي اللي هو كان كان بقى في المسال كان بيقول لي 70 ملي متر اهو وبعد كده اخد الارتفاع بتاعي شوف انا هرسم برضو بالمسلس علشان يبقى مظبوط وعايزك تتعود دايما الخطوط اللي انت بترسمها تبقى الزواية بتاعتك تبقى مظبوطة بقىش في حاجة ميلة كده وايه دي الضلع التاني برضو من نهايته كده وبعدين ناخد بالنا اهو الارتفاع ها زي الرأسي بالزبط اهو على نفس الاستقامة شوف انا هزبطهم كده مع بعد على نفس الاستقامة وبعدين اروح ايه نتقل كده 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 طيب بعد كده ارقم بقى النقط بتاعت الجانبي عندي النقطة اللي تحت ديت كانت اتنين ها وراها كانت النقطة واحد النقطة ديت كانت ستة ها وراها خمسة النقطة اللي فوق كانت سبعة وراها تمانية تمانية والنقطة الاخيرة كانت تلاتة وراها النقطة رقم اربعة طيب نيجي نرسم بقى المسقط الافك فناخد اسقطات من الرأسي اهو اسقطات خفيف كده اهو من عند النقطة رقم اتنين كده وانزل بيه اهو لحد تحت كده وبعدين هاجي من عند الجانبي من عند النقطة رقم ستة وخمسة ده هي وانزل برضو بخط خفيف كده ومن عند النقطة رقم اتنين وواحد برضو وانزل بخط خفيف بعد كده بالبرجل وهنقل النقطة دي الاسقطات بتاعتها هنقلها في الافك طبعا بركز في نقطة التقاطع بتاعت المحاور كده اهو لحد النقطة رقم كام اهي الاسقطات بتاعت النقطة رقم سات والفي بيها كده وبعدين هياخد التانية برضو زيها عند النقطة رقم اتنين كده والفي بيها اهو كده نطول المحور ده شوية وبعدين اكمل بقى الاسقطات اللي انا خدتها بالبرجل دي اكملها بخط افكي علشان انقلها ليه المسقط الافكي تحت كده علشان تتقاطع مع الاسقطات اللي نزلة من الرأس واللي تحت برضو نفس الكلام كده طبعا زهر قدامي مستطيل اهوة زي ما احنا شايفين مستطيل دوت ابعاده كده 40 ملي متر وده كيام 70 ملي متر هنتقل عليهم بيبقى هو ده المسقط الافكي بتاعي كده وايه دي الضلع التاني وروعي برضو لما تيجي تتقل على الخطوط بتاعتك اه تعيد على نفس الخط ما تجيش ترسم تتقل على الخط وتروح رسم خط تاني جنبيه كده انت بتبوز الخطوط اللي انت رسمتها وبتنقص عليها في الدرجات بعد كده ارقم بقى النقط ده هي عندي طبعا في المسقط الافكي النقطة اللي تحت دي كانت كام 4 و 1 كانت تحتها ده 4 وتحتها 1 يبقى اللي هنا دي 4 و ايه 1 النقطة التانية 3 3 و 2 والنقطة اللي فوق 7 و 6 والنقطة الاخيرة 8 و 5 طبعا كده زي ما احنا شفنا ايه دي المساقط التلاتة للمنشور الرباعي امتى في حالة ان القعدة بتاعته كانت بتوازي مين كانت بتوازي الرأس طبعا لو كان بقى القعدة بتاعته بتوازي الافكي فكان المربع اللي احنا رسمناه فوق في الرأس ده كان هو اللي هيترسم تحت في الأوفق طيب لو قال لي ان القعدة بتاعت المنشور الرباعي بتوازي الجانبي فكان المربع دوت برضو هيترسم فين كان يترسم في الجانبي يبقى تاخد بالك من الملحوظة دي كويس اوي يبقى اي منشور حتى في الحلقات اللي جايه لسه انحنا لسه هاخد المنشور السلاسي يعني معنى ان القعدة بتاعته على شكل مسلس م every time منشور خماسي يعني القعدة على شكل مخمس فيه منشور سداسي يعني القعدة بتاعته على شكل مسدس طيب ناخد بالنا في السؤال هو بيقولي القعدة بتاعته بتوازي أنهي مستوى لو بتوازي المستوى الرأسي يبقى على طول ابدأ بيها رح راسم القعدة بتاعته فين في الرأس لو كان هو منشور رباعي فهيبقى مربع لو كان منشور سلاسي فهيبقى مسلس لو كان منشور خماسي فهيبقى مخمس ويترسم فين في الرأس لو قالك ان القعدة بتوازي الافك يبقى القعدة هنا هي اللي تدرسم فين في الافك طبعا يعني احنا كده تكلمنا مع بعض النهاردة على خدنا كده المنشور الرباعي وخدناه بأوضاع مختلفة زي ما احنا شفنا في المثال اللي قبل دوت كان المنشور كانت القعدة بتاعته بتوازي الافك ورسمناه مرة تانية وناخد بالنا بقى ان في كل مرة طبعا المساقط اوضاعها بتتغير علشان كده انا حبيت النهاردة ان احنا ناخد المثالين علشان نقدر نفرق ما بينهم وصلنا كده لنهاية الحلقة النهاردة يارب تكونوا استفدتم معانا وان شاء الله في الحلقات اللي جاية طبعا هيبقى لسه فيه طبعا تمارين كتير ويريت يعني الرسومات اللي احنا بناخدها تنفزها وعندك حتى في البيت ارسمها في اللوحة بتاعتك او في السكتش ويكتب عليها اسمك وابعتها لنا في التعليقات على الموقع بتاعنا على الفيسبوك او على اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني ولو فيه اي ملحوظة او فيه اي سؤال او صفصار ابعت لنا وإحنا هنجاوبك ان شاء الله ياما على الصفحة ياما في الحلقات اللي جاية ان شاء الله ربنا يوفاكو واشوفكو على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة